من مدينة بيت لحم في فلسطين من كنيسة المهد من الجزء الكاتوليكي من واصل دراستنا في رحلة الميلاد شفنا في مدينة الناصرة مدينة البشارة جاء الملاك جبرايل وبشر القديسة مريم العذراء وطبعا أخذوا الرحلة الشاقة الطويلة القديس يوسف والقديسة مريم حتى وصلوا مدينة بيت لحم لأنه كان فيه اكتتاب غسطس قيصر أمر بإحصاء رسمي حكومي وكان كل واحد لازم يرجع إلى مسقط رأسه أو مكان ولادته بما أنه يوسف ومريم أجدادهم من مدينة بيت لحم فكان لازم يصلوا إلى هذه المدينة وصلوا إلى بيت لحم على الأرجح أسبوع أو أسبوعين قبل ولادة المسيح حتى يتمموا كل الإجراءات الرسمية الحكومية من اكتتاب وإحصاء أيضا ومكتوب لما تمت أيامها لتلد لم تجد مكان في البيت طبعا بعض الترجمات بترجموها فندق لكن الكلمة هي في اللغة الأصلية كاتاليما تعني جزء من بيت وعلى الأرجح هذا الجزء من البيت هو يكون مكان سفلي وكتير مرات بيكون مخزن للحبوب أو طبعا مخزن لطعام الحيوانات الأليفة وفي التقس الماطر أو في الشتاء أحيانا الحيوانات بيكونوا في هذا الجزء من هذا البيت وطبعا لأنه من عيلي أكيد الضيافة هنا أكيد ضيافة كبيرة لكن ما كانش فيه مكان ما كانش فيه موضع بسبب ازدحام السكان في البيت وأيضا في المنطقة وبما أنه حان وقت الولادي فتمت أيامها وولدت الطفل يسوع في هذا الجزء من هذا البيت وطبعا هذه الولادي مهمة جدا لنا كمسيحيين اللي حدثت في بيت لحم بيت لحم لتتميم النبوة نبوة ميخا النبي ميخا في الإصحاح الخامس آية 2 أما أنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ألوف يهوذة لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل وصلوا إلى بيت لحم بيت لحم طبعا أول ما دخلوا أكيد شافوا قبر رحيل ماتت عند مدخل بيت لحم بيت لحم أيضا تسمى بيت لحم أفراطة تعني مثمرة أو مدينة أو بيت لحم يهوذة لأنها كانت في صبت يهوذة وكانت تسمى أيضا مدينة داود وصلوا إلى هذه المدينة لتتميم النبوة المسيح ولد في ملء الزمان في منطقة في بيت لحم لتتميم نبوة العهد القديم